لعيب رغم أنه صغير السن إلى أنه لعيب يا كريم سوبرستار ده لعيب 16 سنة لم يكمل 16 سنة عنده 15 سنة وشهور كريم أحمد عنده 15 سنة وشهور يا كريم وبيلعب في ليفر بول تحت 18 سنة لعب في الإف إي كاب مع ليفر بول سجل أمام بورنوث لعيب تطور عايزة يعني يمكن الصورة مش معانا أجيب لك التطور حتى الفيزيك البدني بتاع كريم بس في 7 شهور عايزة أجيب لك الحالة البدنية اللي كان عليها كريم من 7 شهور والتطور بتاعه في مباراة اللي خادها من 5 أيام أمام بورنوث وسجل فيها هدف صعود ليفر بول أمام بورنوث في الإف إي كاب للشباب في إنجلترا لعيب إن شاء الرحمن نقدر نحن نتواصل معه كريم ده مع رعايته وفي العيب تاني نتكلم عليه بعد شوية هيبقى واحد إن شاء الرحمن يبقى عندنا صلاح جديد في الدور الإنجليزي مش عايزة هو لسه لعيب صغير لكن لما لعيب بينشع في هذه الأجواء ويكون عنده الثقة في ناشئين بهذه الجودة ويمكن يورجين كلوب من المدربين اللي دايما بياثقوا في الناشئين مش بعيد أبدا تلاقي كريم بعد سنة بالكتير تلاقيه موجود مع يورجين كلوب في الفريق الأول شفنا لعيبة 17 سنة و18 سنة يورجين كلوب بدأ علي أخره يعني ممكن عشان مصري كمان طبعا لكن هو واضح تمام ما وهبته بدليل إن هو تم تصعيده هو ولعيب واحد بس من فريقه للفريق الأكبر فريق الـ 18 سنة لأن يورجين كلوب كان واخد 3 لعبين من فريق الـ 18 معه فوق فتصعدوا 2 لعيبة فقط من فريق الـ 16 سنة كم منهم كريم أحمد لعيب مباشر جدا كريم وهنتفرج عليه كتير فترة اللي جاية نتمنى أن نحافظ على ده وأعتقد أنه مع هذه النشأة وهذه التربية ومهم جدا هنتوصل معه دلوقتي لعيب لما يكون بيلعب في ليفر بول حتى لو كانت سنة صغير ما تمت 16 سنة جامد جدا وصعب ولو استنيت شوية وبترى يلمع أكتر من كده هو أكيد مع جنساء إنجليزية فهيبقى صعب أن أنت تجيبه من إنجلتر عظيم جدا